بعد مواجهات ضارية بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والشرطة في مدينة لهور ظهر عمران خان في أحدث خطاب له ليؤكد استعداده التام لتقديم تعهد ضمني بأنه سيمثل أمام المحكمة في الثامن عشر من مارس دون الحاجة إلى اعتقاله اليوم قدمت تعهدا من خلال رئيس محكمة لهور وحاول تسليمه إلى نائب المفتش العام للشرطة الذي كان قادما لاعتقالي ووفقا للمادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان قد تم تسليم هذا التعهد فلا يمكنهم اعتقالي وسوف أمثل أمام المحكمة يوم الثامن عشر من مارس وقال أمير مير المتحدث باسم الحكومة إنه إذا ضمن عمران خان مثوله أمام المحكمة فسيكون ذلك جيدا وإلا فسيأخذ القانون مجراه القوى الأمنية انهالت في وقت سابق على أنصار عمران خان بالهروات وقذائف الغاز المسيل للدموع بعد مواجهات أدت إلى إصابة عدة أشخاص من الجانبين لقد كنت هنا منذ الليلة الماضية من أجل عمران خان وسأبقى هنا ليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من أجله إذا لزم الأمر ويصعب علي الحديث بسبب الغاز المسيل للدموع رسالة الوحيدة لهم أرون كيف ستعتقلونه وأصدرت المحكمة في إسلامباد مذكرة الاعتقال في قضية يواجه فيها خان تهمة بيع هدايا حكومية دون سند من القانون حين كان في السلطة من 2018 إلى 2022 ترجمة نانسي قنقر